يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي إيوا أشهد أني السان ميال إمام ترميدي أرس نتيني هنكني أرسكرم الأخطاء دل الدنوب دل خطايا غيض دزال ميال لحل استغفروني أغفر لكم غصد أي اتما رانسور في الترجمة لينصح باسمه آنس بن مالك يشهد أي اتما يورياز درس دنبي صلى الله عليه وسلم إنس يا رسول الله فيه حرى اللوسيت أو صني إنس دنبي صلى الله عليه وسلم أدرت غضبت إنس زيدي إنس أدرت غضبت إنس زيدي إنس أدرت غضبت رواه الترميذي وقال حديث حسن صحيح أردت نسد بصلى الله عليه وسلم ونجت إزران خرى المنكر إس بدلت سفوسنس إغوريز دار إس بدلت سيلسنس إغوريز دار إس بدلت سلقلبنس وذلك أضعف الإيمان إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إنتاج المسلم الأمازيغي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إتماء بإستماء لمتابعين عزان أرسي تونس مرحبا خبرنامج شرح متن الأربعين النووية رسول نسوله يتماء في الحديث مزوره لديوي الإمام النووي رحمه الله تعالى فمن بعد إتماء منسول غل حلقة مزوره في الترجمة الإمام النووي رحمه الله ثم نسول غل حلقة سنت في التعريف بمتن الأربعين النووية لحلقة السكرت نسول جيس في الترجمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لحلقة اللي يزرين نبدأ أرنشرح الحديث من سيد النبي صلى الله عليه وسلم نشرحه بالضبط اللي غلنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم إنما لعمالوا بالنيات وإنما لكل إمري إنما نوا وكان يتماء نسول في العداد الأمور خلوتنت أر تعلقنت سلباب النية للباب الإخلاص نوي دي العداد المسائل لإحرر العلماء أثناء رحمه ربي سبحانه وتعالى غلباب الإخلاص للباب النية غير ذا يتماء أن نكمل الجزء الثاني صلى الحديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما إن وإنما لكل إمري إنما نوا يسبيل بأن كل إنسان الأجرنس غل عمل إيا على أحسب نيانس يويت سيدن بصلى الله عليه وسلم يلعمل لبهر إعظم ذا ربي سبحانه وتعالى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يويت لي المثال بشي يسفهم الصحاب رضي الله عنهم يسفهم إلو مخلت الأهمية النية غل عمل أرثني سيدن بصلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه إذا العمل لسيمتل سيدن بصلى الله عليه وسلم إيجاد العمل الهجرة ما ينا يتمى التعريف الهجرة أرثني العلماء اللغة العربية أن الهجرة غلغة يقصد بها أولا مأخودة تشزغ الكلمة الهاجر والهاجر يتمى لكلمات غلغة العربية لمعنى سيجة الترك هجرته شيئا أي تركته في اختسائية الحجد وليا الهاجر غانا في النرب سبحانه وتعالى خصورة المدثير والريجزة فهجور ميان الرجزة يتمى ينتل الأصنام فهجور يعني في كاس انتساع أترك عبادة الأصنام غانا يلمعنى والريجزة فهجور إذن الهجرة غلغة العربية أي في الإنسان تساعية الحجد ميان الهجرة غلغة الديناغ نكوني غالإسلام لأن العرد مقدر تعتقد ناس فيني الهجرة أريكي التيني هو الانتقال من مكان إلى مكان ميان فلان هاجر بمعنى صفر صغير تمزيرت صغير تمزيرت نظني ماشي اختلي الهجرة غلغة الديناغ الهجرة غلغة الديناغ فعلا تيال انتقال صغير تمزيرت سمزيرت ولكن تمزيرت تمزورت اخصاء اتي تمزيرت الكفر تمزيرت سنت تمزيرت الإسلام فالإنسان اللين تقنظ غيتي تمزيرت لليجيس الكفر سيتمزيرت اللليجيس الإسلام هنغانيا المعنى الهجرة غالدينة الانتقال من بلد الكفري إلى بلاد الإسلام وليا المعنى الهجرة غالإسلام ثم أيتم الهجراء اللي فانسا والغكاء لحكم انس إيا واجب حكم الهجرة واجبة إيا واجب في الإنسان أيها جرز غالبلاد الكفر سلبلاد الإسلام إغوري صدار أيسبيا دينس غالبلاد الكفر إغوري صدار أيسبيا شعائر نربيغ لبلاد الكفر أشكو العلماء درسي يتلقى إلى التنين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لذلك فالإنسان الذي لا يتم إسلامه إلا بالهجرة فهذا يجب عليه الهجرة والنوري صدار أي كم الإسلام إغوري صدار أتلسبيا قبل الهجرة هال الهجرات هي فلس واجبة زون دا يتمميت زون دا المسلمين اللي هاجر نسمكا زغمكا سلحة بشا غل مرة اللولا ثم عودنا هاجر نداخل زغمكا سلحة بشا غل مرة تانية ثم هاجر المسلمون تسيدين بصلاحه السلام زغمكا سلمدينة ما خاف هاجرن كل مدند ما خاف هاجرن زغمكا سلحة بشا مرتين ثم هاجرن زغمكا سلمدينة أشخو مكا غلوقتن ورتي دارو إسلام ورتي المدينة اللي غيدة الإسلام الكفر يتغيس فايموسلمون ينموستضعفين ورزدارن التعباد النربي فاولنس دينسن زغمكا سلمدينة يوهانا يتمختديا المعنى لهجره غدينة أموسلم أي فوقت مزيرة الكفر يفتس مزيرة الإسلام أشخو رزدار أي التعباد ربي اخت مزيرة الكفر اللي غل أريد تنسي دين بصلاحه السلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله مين هجرة إلى الله مين هجرة إلى رسول الله هجرة إلى الله المقصود بها أي اتمع هجرة الهدف منها هو نصرة دين الله مين يهاجر إلى الله بمعنى يهاجر بشيء أي يمز تواب ذا ربي سبحانه وتعالى يريد الوصول إلى الله تعالى إراء أدمن ربي سبحانه وتعالى إرين صردين ربي سبحانه وتعالى غنفين ربي سبحانه وتعالى قصورة الحزب وإن كنتنا تريدنا الله ورسوله اللي غيج معد أمهات المؤمنين مين تريدنا الله ورسوله بمعنى يريد الفوز من الله تعالى إرى الأجر صغدى الرب إرين صرد ربي سبحانه وتعالى ولك المعنى فمن كانت هجرته إلى الله أيوة ورسوله مين هجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الرسول لم يعنس أن الإنسان يهاجر باش ينصر سنت نسيدين بي صلى الله عليه وسلم يهاجر الزغمكاس المدينة باش يفوز شرف نصح بنسيدين بي صلى الله عليه وسلم يهاجر الزغمكاس المدينة باش ينشر الدين لديو يسيدين بي صلى الله عليه وسلم أنغن يتمأيا فهجرته إلى الله ورسوله مزيان غي كانت سؤالة ما ممكن الإنسان الغزمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ممكن لكني أن نهاجر للرسول صلى الله عليه وسلم في الزمان الجواب أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الهجرة إلى شخصه فالإنسان لا يمكن أن يهاجر إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وداته فلا يهاجر إلى المدينة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان أدور يهاجر إلى المدينة المنورة على قبل شخص ذات سيد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ميت لن يموت ورسولي لي ولكن الهجرة إلى سنته لإنسان يهاجر صغر بيدعاء يهاجر السنة يهاجر صغر معصية يهاجر سطاعة فاختأت دائما وأبدا لإنسان يهاجر سيتمزيرت بش يفتو أجس الصغر الحديث سيد النبي صلى الله عليه وسلم يالإنسان يهاجر سيتمزيرت بش يأجس ينصر الشريعان سيد النبي صلى الله عليه وسلم فالخير ذاتما يهاجر دائما وأبد دائما وأبدا الله أرسال لي الوقت رجيتها بس نصر نسيدين بي صلى الله عليه وسلم نصر دينس نصر سننس غيرنا في النسيدين بي صلى الله عليه وسلم سيدين بي صلى الله عليه وسلم أردت غما أردت غريطة فوق تصال مغربي أردت غيرتني سيدين بي صلى الله عليه وسلم غير الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه مي المهاجر غدينه والني في انتساع الأمور اللي حرم ربي سبحانه وتعالى بمعنى أن ربي رد سير الأجر الهجرة إلى الله ورسوله أشكني ينصى إذن استحقى بعد فضل الله تعالى أن يمزي الله جل بهر عدل أردتني سيدين بي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو مرأة ينكحها إذن ماذا أردتني سيدين بي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ممكن تدفع زغل بلد الكفر زغل إلى بلاد الإسلام لكن ليس الهدف هو الهجرة لله ورسوله وإنما لدنيا يصيبها زون دين سيد إفوغز غير تمزيرت يس الكفر إفتوسية تمزيرت يس الإسلام يزدغ يس أشكو يبانس ينطمع يبانس غين الدنيت تبانس غين التجارة تبانس غين الملدات تبانس غين الشهوات يحس بأنه غدوش يسمزيرت يمسلم رجيس يزدغ رجيس يفين الرغد غلعيش رجيس يفا سيع في المال رجيس يف يل وفرخ التجارة ودي الهدف لتيوجين أي هجر فهل إنسان ديتما هاجر للدنيا ولم يهاجر لله ورسوله هل إنسان ديته هاجر غير على قبل الدنيا ولا يكتب له ثواب المهاجر هل ندور سيقل سغدر بسبحانه وتعالى آدسي في الأجر الهجرة وخى الصورة الظاهرة أرتبيا بأنه هي مهاجر انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولكن القصد لدرسلان دنيا لدرسلان يمنافية الصورة العمل لذلك الإنسان اللي غدين يغدين فوغز غلى بلاد الكفر غلى بلاد الإسلام إلي يعيش الرفاهية إلي يعيش طمع الدنيا إلى التجارة إلى الرغض غلى عيش فهذا لا يكتب مع المهاجرين دوريطة في الثواب الهجرة إذن غدين المعنى لغنى سيد البي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها هل نعلول ما يجل نعوي السين أوي مراءتين ينكيحها إلا درنغ يلمت اليضني نين سيد إفوغز غير البلاد الكفر يوريد نغذي يشيط البلاد الإسلام ميال هدفنس يربي يشيط البلاد الإسلام الهدفنس هو إريت هلية تمغارت الزغين ولكن اللقل بس التعليق سيس تمغارتان تهجر البلاد الكفر تناس نكيغيت ريت يتهلت أشيط البلاد الإسلام الزغيس فانتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل أن يتزوج بامرأته الزغل المهاجر لله ورسوله أرده سواء غزمان سيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غزمان ينسي دي هاجر الزغمكس للمدينة إيمون سيد النبي صلى الله عليه وسلم وغارس إفتاع إفتاع للمدينة إيلكم المدينة يزدغ دي مسلم ولكن أونس لقلب أونس إليس لهجر الزغمكس للمدينة فقط باشي أي تهلي التمغارت أشكو تمغارت نتشرت في اللاس الناس لا أتزوجك في بلاد الكفر هن نرك تهلغ البلاد الكفر تريتي هاجر تهلغ فالإنسان دولنت هن وخي غيتبان بأنه يصفر انتقل هن أجر الزرس اللي أشكو القصدنس دنيانس دلمقصدنس أورتي يسيد ربي سبحانه وتعالى وليت سيد النبي صلى الله وإنما يتلقى الزنس فقط أي تهلت مغارتا لأسوعد سزواج في بلاد المسلمين لذلك الإنسان أيسان بأن ربي سبحانه وتعالى يمطلع في القلب هاتي ممكن الإنسان أيسكري للعمل غضاهرنس أرنتني يا عمل صالح ولكن غل مقصدنس يا لدنيا أو لشهوة من شهوة النساء فالإنسان أدوري سيجيل أيه بنيت في ربي سبحانه وتعالى عن ربي سن ميلنغ القلوبنا عاربتين ربي سبحانه وتعالى اخترت لحجرات قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم إذن ربي سبحانه وتعالى يعليم بذات الصدور الإنسان هن نريم أيه بني ينس فسيد ربي سبحانه وتعالى وكان يتم لأن العلماء ارتنين أن سبب الورود ولمقطاعات غالحديث لغنس ذنب صلى الله عليه وسلم أو امرأة ينكحها أن بعض العلماء أن الحديث أريس والفي وريز إريت هل يتمغارت اسم الناس أم قيس أم قيس فتمغارت انتهاجر إتبعت فهاجر من أجل أن يتزوج بها وكان العلماء دايتما أرتستذلا سيل الأطار روية عن عبد الله بن مسعود أنه رتني من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك هاجر رجل ليتزوج مرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس إنك عبد الله بن مسعود هل يوريز إتاهل على قبلي التمغارت اسم أم قيس فرستن مدن مهاجر أم قيس إذن لجمع تلع 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 مدن ولكن يتم لن العداد العلماء الحديث ينكرون هذه القصة إن القصة يذور صحي زند لإمام ابن رجب رحمه الله وغيره من العلماء أرتنين هذه القصة يذلي مشهور درمدن اسم هاجر أم قيس هذه أرتقي صحيحة وإنما ينتغاري تلع رواية مكتوبة أرتن بعض بعض العلماء غل كتب وليس لها أصل صحيح في الرواية الصحيحة إذن أرتن سيد بصلا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أرن إخطرون من بل إثما رن تف ميا الفرق لغن سيد بصلا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أيوة فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هذه ا حجرته لدنيا يصيبها اوي مرأة ينكيحها ور�나ي سيدين بسهوله السلام فهجرته لدنيا يصيبها اوي مرأة ينكيحها مينه؟ انه فهجرته الى ما هاجر اليه مخفر سيدين بسهوله السلام فهجرته الى دنيا اوي مرأة ينكيحها أرني سيدين بسالسلام فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها مين؟ إن فهجرته إلى ما هاجر إليه وكان العلماء التنين مخفرني سيدين بسالسلام فهجرته إلى دنيا أو امرأة ينكيحها نان أشكو سيدين بسالسلام احتقر هذه النية السية إحجر النيات يخشن أي اللي غريري أنا سيعود فإبهامها عدم تكرارها دليل على احتقارها إحجر سيدين بسالسلام ونيفغن زغط مزيرة للكفر الإسلام إلى برد الإسلام وليس له نية سوى أمر متعلق بالدنيا أو امرأة ينكيحها غنفرني سيدين بسالسلام فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكيحها إذن يتمع من بعد مدنيا المتن الحديث أول سيدين بسالسلام رغا نختم الحلقة هذه إن شاء الله تعالى بعض الفوائد اللي ذكر العلماء غل حريثة الفائدة مزولت أن العلماء درسنيات القاعدة أرتدي التوين الفقهة غلقها وعيد الفقهية أرس تسمى الأمور بمقاصدها بمعنى الإنسان أرس تتخلص ربي علاق بالني تنسى لدرجة أن ربي سبحانه وتعالى أريكا الإنسان ثوابت لأجر وخحت توري تخر العمل يا وزراء الكرام من ربي سبحانه وتعالى يالإنسان إنواء أسكرية لعمل فرهي ونتسل إسكرية منعتي المانع إما مارضون أو نسيانون أو أي عذر يا شرعي ربي سبحانه وتعالى أرس ترى الأجر فاختتيا التطبيق لقاعدة الأمور بمقاصدها يالإنسان يرى يتصدق يردي حجه يردي اعتمره يرى يسكرية لعمل فرهي ثم منعه عذره يريزهم أي عمل فربي سبحانه وتعالى يكتب له الأجر الفائدة التانية أن المميز بين العادة والعبادة هو النية ما هي التمييز لمسلم ما بين العادة للعبادة هو النية يأتي لحاجاتها غير العادة الطعام الشراب إيجا العادة ممارسة الرياضة إيجا العادة العادة ذا يتم ممكن أن يستطيع الإنسان نجر إسحول تتعالى العبادة فقط يغيس استحضرية دي يجا صالحة كذلك يتمزغ الفوائد اللي استفاد غالحادثة أن نية ارتطرغ الأجر العمل وكان العلماء ذكرني يعني خيرت الحالة التأثير نية غالعمل إنن لحالة مزورت يغيسكر لإنسان نية العمل من أصله رياء وسمعة فهذا العمل قد حبط وأن يسكر نية العمل من أصله يعني الإنسان يحجد من أصله يزم يزل يطدق يسكر أي عمل وأصل العمل يسكر تعليق بالمدن يرسس الرياء هل العمل يحابط لأن نيته من الأصل نية فاسدة حالة لولا الحالة التانية أن الإنسان ممكن يسكر العمل في الأصل لوجه الله ثم يدخله الرياء ممكن إذا نفتع يرد يعتمر يرد يحج يتحفظ القرآن يرد يبنك أن تمزه دائر يسكر أي عمل فركي الأصل يرد يسكر لوجه الله تعالى ثم اللغ يبدأ دخله دخله الرياء مين الحكم الإنسان دا يتم لمرت أن الإنسان لا يخلو من ثلاث حالة الحالة اللولا يغيح علي مغد الرياء نتن أن يدفع فعمله مقبول بإذن الله يشكيز درياء يشكيز ديبليس إنه لكيات العمل غير على قبل مدن أرسي إتوس هو سيبليس الرياء إما غد الرياء أن يدافعه فالحمد لله لا يضره إذن الحالة اللولا يتم أن الإنسان يغيما دا الرياء أن يدفعه الحمد لله لا يضره الحالة استتهيتم إغل إنسان إبدايا العمل لوجه الله تعالى ثم يسهل البنيانس فحول نيته أن تكون رياء وسمعة فهل العمل دي باطل خصوصا إغل تعلق لبدايا العمل لبدايا العمل صلى الله العمل زل تظلت يالإنسان ريد زل فود من رب سبحانه وتعالى ثم غز العمل يسهل البنيانس لوجه الناس فهذا العمل حابط الحالة سكرت إن زاد في العبادة ولم يتعلق أولها بآخرها يالإنسان يعول يتصدق متى نسي الانبلاغ لوجه الله تعالى ثم الغز رمد حضر إزيد غل مبلاغ لين صدقة عور يتصدق مليون يتصدق مليون أنص أرثل العلماء أن الإنسان العمل وليس رفض من ربي يغلو الإنوات يدلي فيكون مقبولا أما الزيادة التي زادها فهي باطل لا تقبل أما يغضي الشيط المده بعد العبادة فالحمد لله وليس للمشكل الإنسان يشكل لعمل كله لوجه الله من بدايته إلى آخره من بعد ما تكمل وش كانت دار سمد أتيت تمداحا أتيت تلغن ننست العملا تذكرت أنا يخلص ربي إياه العملا فوركين إن فحسس ربي تعالى يموسلم فجاءه المدح بعد العبادة فالخيرا أرسل تسمى سيدين بسالسلام عاجل بشرى المؤمن الحمد لله هي تلبشرة يعجلها الله تعالى للمؤمن كذلك تمزها الفوائد للحديث أن الرياء يكون في العمل وفي ترك العمل أتي ممكن الإنسان أن يسكر العمل لوجه الله يخلص فلاصة ربي سبحانه وتعالى في كاسة ربي الخلاص زي الجزائي فولكين ذه ممكن الإنسان أن يترك عملا لوجه الله وريس كليت الحاج فوض من ربي سبحانه وتعالى فكذلك يجزى عليها وكذلك الإنسان ممكن يسكر كل العمل رياء وسمعة ذه ممكن أن يكون السبب أو رسك كل العمل الرياء والسمعة فالإخلاص يكون في العمل وفي ترك العمل والرياء يكون في العمل وفي ترك العمل غال ن besser أن القضي عيض رحمه الله ترك العمل من أجل الناس رياء وان نيفلان كرال العمل اخصطي اللي يسكر وورتي يسكر على قبل ان غنت انت يريا والعمل لأجل الناس يكركون يعني الإنسان يسكرية العمل لوجه الله ايكشم ديس لوجه الناس وان يشير كيتما ماليز يعني الإخلاص الإخلاص هو أن يعافيك الله منهما مالي الإنسان المخلص هو وليسكر العمل لوجه الله ذريك اتساع العمل ورتي سكر لوجه الله فيكون فعله لله وتركه لله اريد تحس بأنه يأسمي سيد ربي سبحانه وتعالى وحدد يغسلنا ربي إذا عمسنا قدام إذا عمسنا قدام الناس ربي أخرت وردين فعله لله تركه لله حبه لله كرهه لله إعطاؤه لله منعه لله أنه ون يتميه الإخلاص فالخامسة يتميه الحديث أن الإنسان اللي تقن معلم وليه داعية وليه العالم أريسع لمدن إخصتي يهتم ضرب الأمثال أشكر ربي سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن أريد تن ربي سبحانه وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل سيد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في أحاديته الأمثال مثل الجليس الصالح والجليس السيء مثل ما بعثني الله به من الهدى مثل إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل العدد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فيها الأمثال بشي يسهم الصحابة رضي الله عنهم يسهم الأمم عليه الصلاة والسلام فكذلك الإنسان اللي يتقن معلم إخصاء يحرص على ضرب الأمثال اقتداءا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفائدة السادسة يتمع التحذير من فتنة الدنيا والنساء سيد النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان يتمع الفتنة الدنيا والنساء أرغب به أن الفتنة النساء بالفتنة الدنيا سوى وقت الله بنبي صلى الله عليه وسلم خلص الذي تق十ديخ سيد النبي صلى الله عليه وسلم .. فال вариант يصيبها هاتي فتنة النساء تيا داخل في فتنة الدنيا ولكن سيدين بيسالسلام يخصت اشكو ديالة الفتنة يعظم بزاف غانفنا سيدين بيسالسلام فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء الانسان امسلم اي مغ اي سكر دائما ينستار ديال الحجاب يرس دير فتنة النساء لان الانسان مهما ادعى من الورع والتدين والالتزام اثارت قضعيه غلقوا دام الفتنة النساء غانفنا سيدين بيسالسلام ما تركت فتنة اضر على الرجال من النساء انك سيدين بيسالسلام هنورت لك للفتنة لتضرن اريازة مسلم غدينز زوند الفتنة انتم غارين فالانسان ادور التعتقد الورع غلباء من التعامل للنساء الانسان يخصى اي سكر الاحتياط اي سكر سد الدرائع غلباء من التعامل للنساء غانفنا فيتن ربي سبحانه وتعالى خصورات الاحزاب واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن ووزروتي التمى الخيار انتم غارين ينت امهات المؤمنين الخيار يريز ينت صحبة رضي الله عنهم ومع ذلك الناس النارب سبحانه وتعالى الصحبة يختم عمد الامهات زوجات النبي ظلم ينت الموما أمهات المؤمنين ومع ذلك الناس النارب سبحانه وتعالى فاسألوهن من وراء حجاب مخ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن فما لن نكون ما لن نكون الإنسان غزمناد اللي غنطشر الشهوات ودل الفتن نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية فالإنسان يكون على بال دل الفتن النساء أشكرت يا دل الفتن اللي باري عض ثم كذلك اصغل الفتن لإنسان القسرة يجلس غزمناد الهجرة إلى بلاد الكفر ثلاث ظاهرات بزاف غدالي مسلمين تريغت مزيرتنا غرنتات وانتفت لإنسان لكي تنين كياتوري اللي مايتيو سكرنغت مزيرتنو أتفتغد هجرة أتفتغل الوراق أتفتغل المشاريع الإنسان تأتي التويت طمعاً دونيت وراتي انتفت لتخميم الجانب اللي خرت هذا كي ننكي صفرغ الظلم غريب فتغسطاليان ولا فرنسا ولا أمريكان ولا كلا للدولة إزدار غد غماخ في الدين ندهو إزمو مكين تضيع غديني ندهو إزمو مكين يختهلاغ أروخ تروانو غل بلد الكفر إزدار غد تحملاغ المسؤولية تروانو إزدار غد تنرباغ تربية الدين أنتفت لإنسان وقيت تفكر على الأمور ده يتفكر غير غجاني بالمادي فقط فالإنسان أيرى البل دلمسألات الهجرة إلى بلد الكفر الكورن التمنى ديالي عداد الأمور اللي يزمون أنتفت لإنسان أحيانا تنتخل المون ضمط غل بلد الغرب أرتكسن تروى إميدنسن أرتكسن تروى إبابات زي الناس أرتكت تروى أرف أرتكت تربى في العرض للأفكار التي تخالف الإسلام جملة وتفصيلا خصوصا ما يتعلق بالإلحاد ثم ما يتعلقه بجانب الشروج الجنسي فكل الأمور ده يتمكن منتشرة غل بلد الكفر فالإنسان أمسلم اللي راني يوفيس المسؤولية فالإنسان أحيانا تروى إيقصاد صغأت المسؤولية تروى إيقصاد أي يكون على بال المسألة أشكور ديك المسألة هنا في الإنسان ممكن يفتوئي هاجر سلبيلد الكفر إيز زنز الدونيت سليخارت أريز زنز الدينز دليخارت نز جملة بش يصغى بش يصغى الدونيت وكل المسألة دي يتمى دي يات المسألة اللي باهري عالضمن الإنسان يخصى يخمم يعاود يخمم جيس قبل قبل استيشكر فاختري يتميى لإطاع للفوائد اللي ذكرن العلماء أتنى الحمار بي سبحانه وتعالى غلح ريثة لا زلنا نتحدث عن حديثي إنما لعملوا بالنيات اختينا ربي سبحانه وتعالى غل حصة المقبلة ولا غل حلقة المقبلة رانسول فورياز اللي ديروان لحديثة الإمام النووي ميه الكتاب لزغد يوسي الحديثة مدي العلماء اللي روان لحديثة ديتما رانسول فورياز اللي باهرة إعى الضمنخ التاريخ للأمة الإسلام أثنياً للإمام البخاري للإمام مسلم إن شاء الله تعالى غل حلقة المقبلة رانبدو سليمام البخاري أرفلس نجمعه نجمعه في الكتاب صحيح البخاري ثم إن شاء الله تعالى ننتقل بشان جمعه صحيح مسلم للإمام مسلم رحمه الله تعالى إيويتما لخيرا دي سياسي السربي سبحانه وتعالى أتديتون منذكر غل حلقة نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر إلى حلقة مقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين